دلوقتي مشاهدين معادي موجز الأهم الأخبار معادينا شكرا لك شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنيتش وموجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة مصر بذل مختلف الجهود لتحقيق التهدئة في قطاع غزة وخلال افتتاحه الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة شدد الرئيس السيسي على أهمية أن يكون حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة متناسبا مع حجم الطلب والاحتياج داخل قطاع وأشار الرئيس السيسي إلى سعي مصر تحقيق التهدئة في قطاع غزة من خلال إطلاق صراح الأسرة والرهائن الموجودين في قطاع غزة لافتا إلى أن مصر تعلن عن جهودها في هذا الإطار بعد إتمامها أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر المواقف المتوازنة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وكذلك لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من جوتيريش للتباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة وأوضح متحدث الرئاسة أن جوتيريش ثمنت دور الجوهري لمصر على هذا الصعيد مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار كما تطرق الاتصال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين وتسمح بدخول مساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكاف ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية مواقف شعوب العالم التي تخرج للمطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها في أعقب اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضها الحازم للتهجير القصري سواء في قطاع غزة أو خارجي أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لافتة إلى أن هذا التهجير الذي يحاول الاحتلال ترويجي يهدف إلى نكبة جديدة ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مريانا سبوليا ريتش العالم بالتحرق لوقف المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وقالت رئيسة اللجنة الدولية إنما يحدث إخفاق كارثي يجب على العالم أن لا يتسامح معه يتي ذلك في وقت أعلمت فيه إسرائيل أن حربها على غزة دخلت مرحلة جديدة وكثفت قصفها للقطاع أصيب أحد ضباط قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل إثرى قصف إسرائيلي على بلدة حولها وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن نقيبا نباليا من قوات اليونيفل أصيب بصورة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة حول قرب موقع العباد جنوب لبنان وكانت قوات الاحتلال قد قصفت في وقت سابق بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان في منطقة بنت جبيل وسقطت قذيفة قرب أحد المنازل ولم تسجل أي إصابات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مصيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم هذا ولم تكشف الوزارة في بيان لها عبر تطبيق تليجرام ما إذا كان الهجوم قد أصفر عن أضرار أو خسائر بشرية أعلنت الحكومة المكسيكية أن عدد الضحايا جراء الأعصار أوتس المدمر ارتفع إلى 39 شخصا واكتح الأعصار أوتس مدينة أكابو لاكو يوم الأربعاء مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 266 كم في الساعة وتسبب في إغراق المدينة وقت العي أسقف المنازل والمتاجر والفنضق وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمصارات الجوية ختم موجة الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر